السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان متابعي قناة مستر أحمد علي المصري يارب تكونوا بخير وفي أساعة حال الحقيقة الفيديو ده موجه لحبيبنا طلاب الشهادة الثانوية الناس اللي خلصت سنوية عامة علمي أو أدبي أو الناس اللي معاها دبلومات فنية صنايع 3 سنوات 5 سنوات تجاري برضو 3 سنوات أو 5 سنوات وكذلك السياحة والفنادق وكمان هيكون معنا إن شاء الله حبيبنا طلاب وطالبات الثانوي الزراعي اللي معاهم دبلوم فني زراعي سواء كان نظام 3 سنوات أو 5 سنوات الكل مدعو لهذا الفيديو فيديو هام جدا يا شباب والحقيقة معنا إن شاء الله يا شباب النهاردة 5 معاهد هنتكلم عنهم بالتفصيل وهنتكلم عنهم إن شاء الله ونقول المجمية اللي خدتها من الثانوية العامة أو الصنايع سواء 3 سنوات أو 5 سنوات أو التجاري أو الفندقي تفاصيل كتير تهم الناس اللي بتكتب الرغبات بتاعتها أو حبيبنا الطلاب الثانوية العامة اللي لسه إن شاء الله هيجي عليهم الدول برضو ويكتبوا الرغبات بتاعتهم سيادتك لازم تبقى عارف أنت هتكتب إيه بالزبط اعرف قبل ما تكتب ده يكون شعارك عشان ما تكتبش وترجع بعد كده تندم ورتب الرغبات بتاعتك صح؟ وربنا يوفقكو يا شباب وكل واحد ينون اللي يتمناه والحقيقة إحنا إن شاء الله هنتكلم عن هذه المعاهد اللي قلنا عليها ممكن يبقى على فيديوين أو ثلاثة عشان ما نطولش في كل فيديو وكنا اتكلمنا في لقاء سابق وفيديو سابق عن المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج واتكلمنا كمان عن المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج والمعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف ونهاردة ان شاء الله نكمل المسيرة بتاعتنا والفيديوهات بتاعتنا والمعاهد العالية الجميلة بتاعتنا هتوارق وقلم بقى وركز معايا عشان ان شاء الله هنتكلم عن المعاهد المختلفة وبعد كده بفضل الله هقولك على خدت من درجات كام من تنسيق السنة اللي فاتت عشان تعرف بالتقريب هي ان شاء الله السنة دي ممكن تاخد من كام اما حاجة زي ما قلت سيادتك ترتب الرغبات بتاعتك وربنا وفقكو يا شباب وكل واحد ينقول اللي يتمناه انا بستعذر حضرتك لو اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك وما تنساش تفعيل الجرس عشان ان شاء الله يجي للككل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد وما تنساش حاجتين تانيين تدعمني من خلال رابط الباترون موقع باترون هسيب الرابط بتاعه اسفل الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله وما تنساش بقى ميزة الانتساب للقناة لان فعلا ميزة الانتساب دي هتستنفع انت بيها في حاجات كده جميلة ولزيزة ربنا وفقكو يا شباب وكل واحد ينقول اللي يتمناه نخش بقى على المعاهد الجميلة بتاعتنا المعاهد العالية وطالما احنا بنقول يا شباب معاهد عالية يعني كليات يعني انت السيادتك بتتخرج منها كأنك بالزبط معاك كلية حابيت اتكلم عن معاهد مختلفة من اماكن مختلفة عشان كل واحد طبعا يشوف المعاهد القريب ايه وفي ناس كانت بتسأل وعايزة تعرف معلومات عن هذه المعاهد مع بعض ان شاء الله يا شباب نكمل المعاهد بتاعتنا وانطير بقى من سهاج وننزل على شبراء الخيمة يا مستر ايه المعاهد اللي حررتك هتكلمنا عنه موجود في شبراء الخيمة المعاهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الادارية وعلوم الادارة ننكس كريا يا شباب ونشوف المعاهد الجميل بتاعنا ده اخباره ايه عنوان المعاهد طبعا موجود من اسمه موجود في منطقة شبراء الخيمة مدة الدراسة اربع سنوات تخصصات المعهد شعبة نظم المعلومات الادارية وعندنا شعبة كمان يا شباب شعبة علوم الادارة نمشي واحدة واحدة مع بعض ونشوف المعهد اللذي ايه اخباره ايه المعاهلات التي يقبلها المعهد بالنسبة لشعبة نظم المعلومات الادارية بياخد من الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والاجنبية بياخد من الثانوي التجاري نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات وبياخد دبلوم الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات أو خمس سنوات ودبلوم المدارس السنوية الفنية للإدارة والخدمات ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية التجارية وسيادتك برضو خلي بالك يتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية شعبة نظم المعلومات وعلوم الحاسب بالفرقة الثانية بشعبة نظم المعلومات الإدارية فقط مع تحميل الطالب مقرر مادة الإدارة العامة واساسيات البرمجة الهيكلية والجزء الخاص بمادة التأمين من مقرر الرياضيات والتأمين تمام كده يا شباب؟ ده بالنسبة لشعبة ايه؟ شعبة نظم المعلومات الإدارية بالنسبة للمعهد العالي للحاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبراء الخيمة تمام يا شباب؟ خد من السنوية العامة علمي 246.5 ومن أدبي 254 وخد من السنوية الصنايع نظام 3 سنوات 74.86% وخد من السنوية الصنايع 5 سنوات 73.11% وخد من السنوية التجاري نظام 3 سنوات 78.79% وخد من السنوية التجاري نظام 5 سنوات 79.17% طبعا يا شباب برضو ده كان تنسيء السنة اللي فاتت اللي على أساسه تعرف بالتقريب إن شاء الله تقبل السنة دي أو لا الحاجة الثانية يا شباب عندنا شعبة علوم الإدارة طبعا يا شباب المعهد العالي لحاسبات شعبة علوم إدارية بشبرى الخيمة تمام كده شعبة بقى العلوم الإدارية أو علوم الإدارة بوس يا شباب بتاخد برضو من الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية بتاخد من الثانوي التجاري نظام التلات سنوات والثانوية الفنية للإدارة والخدمات ومن دبلوم المعاهد الفنية التجارية ودبلوم الثانوية التجارية خمس سنوات ودبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية ودبلوم المدارس الصناعية نظام التلات سنوات أو خمس سنوات لو سيادتك معاك دبلوم المعاهد الفنية التجارية أو نظام مدرستك كان خمس سنوات في التجاري أو معاك دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية سيادتك بتخش هذا المعهد لو المعهد العالي للحاسبات شعبة علوم إدارية بشبرى الخيمة بتخش على الفرقة الثانية تمام كده يا شباب؟ بالنسبة للمصروفات بتاعت هذا المعهد للشعبتين 5158 وسيادتك برضو بتتأكد من المصروفات ممكن يبقى فيه تغير ولا حاجة بالنسبة للدرجة الألمية اللي السيادتك بتاخدها إن شاء الله لما بتخلص درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات تمام كده يا شباب؟ طب يا مستر بالنسبة للمعهد العالي لحاسبات شعبة علوم إدارية خد من كام السنة اللي فاتت بص يا شباب خد من السنوية العامة علمي 233.5 من أدبي 239.5 من السنة والصنايع 3 سنوات خد 72.43 من 100% ومن السنة والصنايع 5 سنوات خد 78.20 من 100% والسنوي التجاري 3 سنوات خد 78.10 من 100% ومن السنوي التجاري نظام الخامس سنوات خد من 79.34 من 100% تمام يا شباب؟ وزي ما قلنا برضو ده على حسب تنسيق السنة اللي فاتت نسبة المعهد الجميل اللي في شبرى وننطلق مع بعض نروح إلى معهد الألسن العالي بمدينة نصر عندنا يا شباب معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنزم المعلومات الإدارية وعندنا إن شاء الله برضو معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة إدارة محاسبة تجارة خارجية تعالوا بص على التفاصيل الجميلة بتاعت هذا المعهد العالي عنوان المعهد يا شباب مدينة نصر للمنطقة التمنى امتداد شارع مكرم عبيد بلوك 96 مدة الدراسة أربع سنوات التخصصات اللي موجودة في المعهد عندنا شعبة سياحة وفنادق عندنا شعبة نظم المعلومات الإدارية عندنا شعبة إدارة أعمال ومحاسبة وتجارة خارجية تعالوا يا شباب بقى نمسك كده تخصص تخصص ونقول التفاصيل بتاعته وحدة وحدة بص يا شباب أول حاجة عندنا شعبة سياحة وفنادق المؤهلات التي يقبلوا هذا المعهد أو هذا التخصص في المعهد عندنا السنوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية السنوية التجارية نظام الثلاث سنوات أو خمس سنوات المدارس الثانوية الفنية للإدارة والخدمات السنوية الفندقية نظام الثلاث سنوات دبلوم المعهد الفنية التجارية دبلوم معهد الإدارة والسكرتارية الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات أو خمس سنوات دبلوم المدارس الفندقية والثانوية للسياحة والفنادق نظام الخمس سنوات دبلوم المعهد الفنية الفندقية دبلوم مدارس إيجوث دبلوم الفندقة البحرية نظام الخمس سنوات تمام يا شباب؟ ولو نظام المدارسة بتاعت حدرتك سانة و سياحة و فنادق نزام الخمس سنوات او معاك دبلوم معات فنية فندقية او دبلوم مدارس ايجوس او دبلوم الفاندقة البحرية نزام خمس سنوات سيادتك بتلطحك في هذا المعهد معاهد الالسن على سنة تانية على طول ان شاء الله طب يا مستر بالنسبة لشعبة السياحة و الفنادق هنكمل يا شباب ان شاء الله باية الشعب بتاعتنا في هذا المعهد وبعا كده هقولك ان شاء الله على التنسيقات المختلفة للشعب المختلفة وخلط منك من الثانوية العامة وهكذا شباب طيب عندنا شعبة نظم المعلومات الإدارية وعندنا شعبة إدارة أعمال محاسبة تجارة خارجية تكون الدراسة بها عام بالفرقة الأولى والثانية ويبدأ التخصص في الفرقة الثالثة المؤهلات اللي تقدر تقدم فيها الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات أو خمس سنوات المدالس الثانوية الفنية للإدارة والخدمات الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات أو خمس سنوات دبلوم المعاهد الفنية التجارية دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية دبلوم المعاهد الفنية الصناعية وسيتك بقى بالنسبة لدبلوم المعاهد الفنية التجارية يتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية شعبة نظم المعلومات وعلوم الحاسب من الفرقة الثانية بشعبة نظم المعلومات الإدارية فقط تمام يا شباب؟ مع تحميل الطالب مقررين مادة الإدارة العامة وأساسيات البرمجة الهيكلية والجزء الخاص بمدر التأمين المقرر الرياضيات والتأمين يعني سيادتك الحاجة لنقصلك اللي يبتري لازم إن شاء الله طبعا تدرسها هيكون على حسابك الدرجة اللي بتحصل عليها لما بتخلص إن شاء الله هذا المعهد الباكالوريوس في إحدى التخصصات بالنسبة يا شباب شعبة سياحة وفنادق أو إرشاد سياحي المصروفات بتاعتها يا شباب تسعة تلاف خمسمية تسعة وتلاتين جنيه أما عن شعبة نظم معلومات إدارية أو شعبة إدارة أعمال محاسبة تجارة خارجية المصروفات ستة تلاف سبعمية أربعة وسبعين وسيادتك برضو تقدر تراجع معاهم المصروفات عشان تبقى على نور تعالوا يا شباب مع بعض بقى نشوف التنسيق بتاع هذا المعهد معهد الألسن العالي واحدة واحدة كده مع بعض هنبتدي بحبيبنا طلاب الصنايع ثلاث سنوات طبعا بالنسبة لهذا المعهد كان خد السنة اللي فاتت من الصنايع ثلاث سنوات معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة إدارة ومحاسبة وتجارة خارجية خد من أربعة وسبعين وستة وخمسين مية في المية ومعهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية خد من أربعة وسبعين وواحد وسبعين من مية في المية أما يا شباب بالنسبة للتجاري نظام الخمس سنوات فالمعهد خد معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر خد من 80 و33 من 100% ومعهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية خد من 77 و60 من 100% ومعهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة إدارة ومحاسبة وتجارة خارجية خد من 75% ده بالنسبة للتجاري الخمس سنوات طب يا ميستر التجاري الثلاث سنوات خب من كام بوس يا سيدي بالنسبة يا شباب للثلاث سنوات تجاري معدل ألسن شعبة نظم المعلومات الإدارية خدت من 75 و 34 من 100% وشعبة سياحة و فنادق خدت من 60% وشعبة إدارة محاسبة تجارة خارجية خدت من 77 و 70 من 100% بيستر طب بالنسبة للزراعين بوس يا شباب الزراعي نظام الثلاث سنوات معدل ألسن العالي شعبة سياحة و فنادق مدينة نصر خد من 64% وبنسبة للسياحة و الفنادق نظام الثلاث سنوات معدل ألسن العالي شعبة سياحة و فنادق مدينة نصر خد 79 و 29 من 100% وطبعا يا شباب هذا المععد من المعاهد المعتمدة ومعهد الألسن يا شباب خد من السنوية العامة اللي هو معهد الألسن لنزم المعلومات الإدارية خد من السنوية العامة علمي 246.5 و من أدبي 259 وبالنسبة لهذا المعهد شعبة إدارة محاسبة تجارة خارجية خد من العلمي 248 و من الأدبي 261 وربنا ووفقكو يا شباب حبيبنا من كل محافظات مصر وجه إبلي وجه بحري القاهرة الكبرى أي مكان أي مكان في العالم قناة مستر أحمد علي ترحب بكم وتتمنى لكم السعادة والتوفيق في حياتكم إن شاء الله ربنا ووفقكو يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمناه كان معكم مستر أحمد علي منتظروني في فيديوهات جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته